موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام الى حلقة اليوم من الطاولة المستديرة نبدأها بالملف السوري اثارت نقاط مراقبة اقامتها الولايات المتحدة الامريكية شمال سوريا بالتعاون مع مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية استياءة تركيا التي رأت الخطوة استفزازية لها الى ملف الحلقة الثاني والفلتان الامني في ادلب حيث اختال مجهولون ناشطين اعلاميين في مدينة كفرنبل التابعة لمحافظة ادلب شمال سوريا بالرصاص بعد خروجهما من صلاة الجمعة وقالت مصادر المعارضة السورية ان الناشطين هما رائد الفارس الذي يوصف بانه مهندس اللافتات في قرية كفرنبل وصديقه حمود الجنيد ولفتت الى ان ملثمين يستقلون سيارة اطلقوا النار على الفارس والجنيد في كفرنبل ثم لاذوا بالفرار الى الملف الثالث في حلقاتنا وبالتحديد العلاقات بين اربيل وانقرة تشهد مرحلة جديدة تسودها الايجابية بعد ان شهدت شهدت توترا في اعقاب استفتاء الاستقلال الذي اجري في اقليم كردستان في 25 ايلول سبتمبر 2017 الى ملف الاحتجاجات الايرانية حيث تستمر احتجاجات عمال مجموعة شركات صناعة الصلب في الاحواز لليوم الخامس عشر على التوالي بينما اظهرت المقاطع التي نشرتها حسابات النقابات العمالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حضور وحدات خاصة من قوات الامن الداخلي الايراني تطوق المتظاهرين قامت الولايات المتحدة بانشاء مواقع مراقبة على امتداد اجزاء من الحدود السورية بهدف التركيز على هزيمة تنظيم داعش الارهابي في سوريا طغى التوتر على الاجواء في شمال سوريا مع عبد القوات التركية استهداف قوات سوريا الديمقراطية في نهاية 21 اكتوبر 2018 قوات سوريا الديمقراطية حليف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية الذي يحارط تنظيم داعش الارهابي هذه الاستهدافات التركية التي تزامنت مع المعركة الاخيرة التي تدور في ريف ديرزور بين قسد من جهة وتنظيم داعش الارهابي من جهة اخرى الامر الذي كان سببا في العديد من التطورات جاءت على اثر هذه الاعتداءات وسعي التحالف الدولي طوال تلك الفترة الى خفض التوتر عبر التواصل مع كل من قوات سوريا الديمقراطية وانقراء خطوات عديدة قام بها التحالف حيث اجتمع وفد من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية ومن ثم تسيير دوريات مشتركة الى تحليق طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي في سماء منطقة شرق الفرات حيث شهدات الطائرات تحلق في سماء المنطقة الواقعة على الشريط الحدودي في اجواء الرقة وكوباني ويأتي هذا التحليق في ظل التلويح التركي المستمر بعملية عسكرية في شرق الفرات ضد قوات سوريا الديمقراطية الى موضوع قيام الولايات المتحدة بانشاء مواقع مراقبة على امتداد اجزاء من الحدود السورية بهدف التركيز على هزيمة تنظيم داعش الارهابي في سوريا وترى واشنطن في انشاء هذه المواقع ما من شأنه التقليل من التوتر بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية الذي يعرقل في بعض الاحيان احراس تقدم في القتال ضد تنظيم المتطرف بدورها لم تخفي تركيا انزعاجها العميق بالقيام الولايات المتحدة بانشاء مواقع مراقبة على امتداد اجزاء من الحدود السورية بهدف التركيز على هزيمة تنظيم داعش في سوريا وفي هذا السياق علن وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس ان الجيش الامريكي سيقيم نقاط مراقبة على الحدود الشمالية لسوريا لتجنب التوتر بين تركيا وكرد سوريا حلفاء التحالف الدولي المناهض لداعش واوضح ان الهدف هو التأكد من ان قوات سوريا الديمقراطية تحالف فصائل كردية وعربية يدعمه التحالف لن تنسحب من المعركة ضد تنظيم داعش ولنتمكن من سحق ما تبقى من عناصر التنظيم الارهابي وكانت قوات سوريا الديمقراطية اعلنت في الحادي عشر من نوفمبر استأناف عملياتها العسكرية ضد التنظيم الارهابي في شرق البلاد بعد عشرة ايام على تعليقها ردا على القصف التركي والحديث اكثر مشاهدين حول هذا الموضوع يسعدني ان ارحب بضيفاي مع من يويورك دكتور مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الامريكي السابق ومحلل سياسي ومن الشمال السوري السيد صالح مسلم مسؤول العلاقات دبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي الضيفاي الكرام اهلا بكم على شاشة قناة اليوم سيد صالح مسلم مساء الخير مساء الخير السلام عليكم والتحية لجميع المشاهدين اهلا بك سيد صالح يعني تطورات متسارعة جدا في مناطق شرق الفرات بعد الهجمات التركية الاخيرة من اجتماع لقوات تحالف مع قوات سوريا الديمقراطية ومن ثم دوريات مشتركة وطائرات تحلق في الاجواء والان نقاط مراقبة لو تضعنا في صورة مجمل الاوضاع سيد صالح مسلم نعم يجب النظر الى مجمل الصورة يعني كيف الاحداث كما قلتم كما ذكرتم تجري بسرعة هناك يعني في اصل الموضوع هناك مشروع تركي الذي كان يخطط له منذ امد بعيد هذا المشروع تعرض للخشل تركيا طبعا يمكن تقدم على اي خطوة متهورة والمسؤولون الامريكيون صرحوا قبل فترة خاصة من البنتاجون بان هناك تسرب من داعش الى داخل شمال وشرق سوريا وحتى ذكروا المعدل يعني على الاقل مئة عنصر في الشهر يعني يعبرون هذه المناطق وقوات سوريا الديمقراطية مع الحلفاء هم بصدد القضاء على داعش او في اخر جيب له في دير الزور ولهذا يمكن ان تقدم تركيا على اي خطوة متهورة مهما كانت الحجج والذرائع فاعتقد ان ابراج المراقبة هذه هي بشكل او باخر لمراقبة الحدود من الطرفين وربما لحجم تركيا عن الاخدام على اي خطوة متهورة سواء لجوم او تدخل مباشر او حتى هؤلاء الذين مرتزقتها الذين جمعوهم على الطرف الاخر من الحدود وخاصة في الاطراف المقابلة لرأس العين وتل ابيض وكوباني والى المناطق الاخرى ولهذا اعتقد ان نقاط المراقبة هذه هي لاجل لجم تركيا عن الاخدام على اي خطوة متهورة سيد صالح اسمح لي هذا ما نتوقع نعم اسمح لي ان ارحب بضيفي باتة جهز معنا من نيويورك دكتور مهدي عفيفي دكتور مهدي مساء الخير مساء الخير اليك ولا ضيف اهلا بك يعني بعد التأكيدات الامريكية حول استراتيجيتها في سوريا التي يبدو بانها تبلورت الان بوقاعة كثيرة على الارض ومنها اقامة ابراج في مناطق شرق الفورات برأيكم هل هي بالفعل لردع مطامع تركيا في هذه المنطقة ام لها ابعاد اخرى دكتور عفيفي اولا المتحدة الارضيكية لا تتخلى عن خلفائها كما نعلم ان هناك محاولات من تركيا اردوغان لضرب اي من قوى الاكراد في سوريا ولذلك تعمل الولايات المتحدة الامريكية اولا على حماية الاكراد من اي هجوم متوقع من تركيا اضافة انها تستخدم هذه القوات في دحر داعش من دخول سوريا كما نعلم وكما ذكرت تقريركم ان هناك من يتصرب من داعش وهي الحرب الاساسية لدى الولايات المتحدة الامريكية الى المنطق السورية ولذلك الولايات المتحدة الامريكية مع الحلفاء في هذه المنطقة خاصة بعدما اثبتت تركيا عدم جاهزيتها للتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية في الهدف الاساسي وهو دحر داعش ان تحمي مصالحها من اقامة نقاط مراقبة ودعم القوات الكردية بشكل مباشر سيد صالح بالعودة اليك القوات التحالف والولايات المتحدة اكدت مرارا بانها تقوم على تهديئة الاجواء بين قوات سوريا الديمقراطية وانقرة يعني لماذا هذا الرفض التركي لدرجة بانها اليوم اعربت عن انزعاجها لقيام مثل هذه النقاط المراقبة على الاراضي السورية نعم يعني تركيا كما ذكرنا كانت لديها مخططها وهو تحقيق الميثاق الملي الذي كان هو الهدف الاساسي لحزب العدالة التنمية ورئيس الجمهورية ارض وهم بصدد تطبيق الميثاق الملي وكانوا يخططون له خلال هذه المعمع عندما تعرض للقطر وظهر ان شمال سوريا وخاصة العنصر الكردي بات محورا لالتفاف جميع الكوى الديمقراطية السورية وبدأوا بتنفيذ مشروع ديمقراطي يحقق للمكونات حقوقها الديمقراطية هذا ما لا تستسيغه تركيا وتراه انه يناهضها اولا حقوق الاكراد الديمقراطية التي سيحصلون عليها في سوريا هذا لا يرغبون فيه ولا يريدونه باي شكل من الاشكال ثم المشروع الديمقراطي الذي محوره هو طبعا المكون الكردي حيث التفى حوله اخواننا العرب والسريان هذا هو المشروع يعني هدفهم الاول هو تقويض هذا المشروع بهدف ان لا ينال المكون الكردي اي حقوق الديمقراطية في شمال وشرق سوريا دكتور عفيفي يعني النقطة الملفتة هنا بان رغم اعلان انقرة عن انسعاجها وامتعاضها عن هذه النقاط ولكن هناك معلومات تؤكد بانه سيكون هناك الفين جندي امريكي لمراقبة الحدود السورية التركية دكتور عفيفي كما ذكرنا الولايات المتحدة الامريكية تعد عدتها لدعم قوى السوريا الديمقراطية وليس لديها ثقة في الاطراق كما نعلم ان نظام اردوغان في الفترات الماضية تبادل نوع من الاتهامات وخرج عن كونه حدود الولايات المتحدة الامريكية لمحاولة التلاعب في العلاقة وفي التقارب من جهة مع روسيا ومع الصين في محاولة للعب مع الولايات المتحدة الامريكية مما ادت الى عدم ثقة الولايات المتحدة الامريكية في تركيا كحليف اساسي خاصة واستخدام اردوغان لكل ما يستطيع من القبض على الامريكيين داخل تركيا او محاولة الطلب برد فتحولا جولان لاستمرار نهج هذا الداخل تركيا وراءة الولايات المتحدة الامريكية انا من المصلحة الامريكية العليا عدم الاعتماد بشكل كبير على تركيا وان يوجد لديها قواتها الخاصة داخل هذه المناطق حتى لا يتم الاعتماد على تركيا مثل ذي قبل وتم دعم قوات سوريا الديمقراطية التي اثبتت ولذالت تثبت للولايات المتحدة الامريكية بانها لديها الولاء ولديها الاستعداد ايضا تريد الولايات المتحدة الامريكية ان ترى حقوقا للأكراد سواء كانت في سوريا او تركيا مما يتعارض مع فكر النظام التركي سيد صالح يعني في النقطة التي انتهى عندها دكتور عفيفي الان يتم الكشف عن اتفاق جديد بين الولايات المتحدة الامريكية وقوات سوريا الديمقراطية يعني هل هي في خانة كما اشار دكتور عفيفي لحماية هذه القوات من اي هجوم ان كان من اطراف كثيرة وهنا اقصد تركيا والنظام السوري واي جهة ارهابية قد تقوم بعمليات مثل تنظيم داعش الارهابي سيد صالح مسلم نحن لا نعلم بهذا الاتفاق ولم نسمع ولا نعرف تفاصيله ولكن نحن نرى ان مصلحة العالم الحر او حتى التحالف الدولي هو في القضاء على الارهابيين الارهابيون لا زالوا موجودون في منطقة الشرق الاوسط والقوى التي وقفت الى جنب التحالف بشكل جاد واستطاعت الحق الهزائم بالارهابيين سواء كان داعش او جبات النصرة او غيرها هي قوات سوريا الديمقراطية ولهذا اعتقد ان مدام الارهاب قائما هذا التحالف ايضا سيستمر ويجب الحماية منذ البداية نحن كنا في قوات سوريا الديمقراطية وفي مجلس سوريا الديمقراطية يعني المكونات الموجودة في شمال وشرق سوريا دائما في حربنا على الارهاب كنا حذرين من الطعم من الخلف الطعم من الخلف جاءنا في عفرين ويأتينا الان من خلال القصف أبو الحدود اعتقد ان هناك واجبات على التحالف يجب اتخاذه بهذا الصدد ولهذا اعتقد ربما تكون هناك اتفاقات او تفاهمات عسكرية بينهم وبين التحالف الدولي والولايات المتحدة الامريكية للحفاظ على هذا المسار حتى يتم القضاء على الارهاب يعني في منطقة الشرق الوسط وخاصة داعش يعني داعش لن ينتهي بانتهاء هذا الجيب داعش لا زال موجودا في كثير من المناطق موجود في الانبار موجود في غرب الفرات ويمكن اللي يلتك بالاضافة الى القلايا النائمة التي لا زالت تعتمد على التركيا في التسليح والاعداد والتدريب يعني هم موجودون في منطقة الشرق الوسط ولهذا اعتقد ان العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية وبين الولايات المتحدة وبالتالي بين التحالف الدولي لمناطة الارهاب يجب ان تكون وثيقة للتصدي للارهاب نعم نعم دكتور عفيفي يعني في ظل الاشارة الى الواجبات موضوع الواجبات هنا يأتي هذا الاعلان تزامنا مع التواجد حيث يعني اشار المرصد سوري لحقوق الانسان بان هناك تحركات عربية سعودية اماراتية في اخر مكان يوجد فيه معركة ضد تنظيم داعش الارهابي مع القضاء على هذا التنظيم الواجبات هنا هل سيكون هناك بالفعل سياسة تبلورت لقوات حدود حماية هذه المناطق من عدم او دعنا نقول التعويل بعدم عودة تنظيم داعش الارهابي الى هذه المناطق التي تم تحريرها بفضل قوات سوريا الديمقراطية من جهة والتحالف الدولي بقيادة امريكا دكتور عفيفي يبدو فقط لاتصال سيد صالح سؤال اخير اختم معك يعني في نفس السياق هذا الاعلان جاء بالتزامن مع الحديث عن وجود قوات عربية سعودية اماراتية على موضوع الواجب هل سيكون قوة لحماية هذه المناطق التي تم تحريرها بفضل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي ضد الارهاب نعم نحن لا نعرف التفاصيل فعلا سمعنا من الاعلان بان هناك قوات من اخواننا العرب او من بعض الدول العربية جاءت الى منطقة دير الزور او محافظة دير الزور للتصدي الى جانب تحالف يعني هذه القوة حتى ولو كانت جاءت فهي جزء من التحالف الدولي لمحاربة الارهاب يعني هناك طبعا 67 دولة مشاركة في هذه ومن بينها بعض الدول العربية فهي يعني امور تتعلق بالتحالف الدولي وليست هي اتفاقات بشكل او باخر مع قوات سوريا الديمقراطية ومكت تفاهمات وهناك اذا كان هناك اي اتفاق هو بين قوات سوريا الديمقراطية ومجمل التحالف الدولي المكون من 67 دولة ولهذا من الطبيعة يعني يشارك فيها بعض العرب كما كان سابقا يعني هناك كانت قوات جوية اردنية كانت تشارك كانت هناك قوات جوية اماراتية تشارك في التحالف الدولي ولهذا من الطبيعة ان تكون هناك بعض القوات البرية نعم ضيفي من الشمال السوري سيد صالح مسلم مسؤول العلاقات دبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي شكرا لك على تلبية الدعوة وعلى كل كلام طيب التي اثريت به الحلقة وشكر موصول لضيفي من نيويورك الدكتور مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الامريكي السابق ومحلل سياسي مشاهدين ننتقل الى ملف حلقتنا الثاني شكرا لكم